كيف تعالج وزارتكم مسألة الاكتظار في السجون العراقية؟ هل بالإمكان إيضاح هذه الجهود؟ شكرا جزيل كل عام ومشاهديكم بخير في الحقيقة هذا هو من الملفات المهمة التي أولت لها الحكومة الحالية أهمية كبيرة للأسف الزيادة ما زالت كثيرة نحن سنويا معدل الزيادة من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف سجين الملفين الرئيسية في عملية الزيادة هي المتهمين بالتعاطي المخدرات والترويج أيضا لا ننسى لدينا عدد كبير من العراقيين في سجون قسد وأيضا على العراق أن يتهيأ لعملية استلامهم العدد الآن تجاوز الواحد وستين قد يصل إلى الاثنين وستين ألف سجين نحن كنا ننتظر الموازنة الموازنة خصصت كثير من الأموال فيما يخصك مال المشاريع التي وردت في تقريركم لكن التحدي الكبير الذي أوجدناه في هذه الموازنة هو عدم وجود أي تعيينات خلال الثلاث سنوات القادمة بالتالي نحن أمام تحدي كبير ومن خلالكم نناشد الحكومة بضورة إيجاد حلول سريع عندما تكتمل هذه السجون ونستلم هؤلاء أو نحاول أن نفك الاقتضاء نحتاج إلى الموارد البشرية خاصة الحراس الأصلاحيين والموظفين بالتالي في هذه الموازنة لا يوجد أي تعيين كان الاتفاق من خلال مناقشات أعداد هذه الموازنة بأن يتم توظيف بحدود 3500 حارس أصلاحي هذا سيكون تحدي كبير نحن نأمل بأن الحكومة العراقية ستجد حلول من خلال عملية إيجاد بعض الموارد البشرية من الوزارات الأخرى خاصة الأمنية المشكلة مستمرة مثل ما ورد في تقريركم نحن نأمل خلال هذه السنة أن يتم إكمال توسعة سجن برداد المركزي أبو غريب سابقا والذي تم تخصيصه للمخدرات حصرا هناك توسعة أيضا في سجن بابل المركزي نأمل خلال هذه السنة تكمل وكذلك في الناصرية لدينا توسعة كبيرة التحدي كبير فيما ورد فيما يخص البصرة مسألة الاقتضاء الكبيرة هي فيه هو الاقتضاء لدينا في سجن البصرة لكن هذه تابعة إلى وزارة الداخلية أو ما تسمى تحت عنوان التسفيرات هو تقرير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أيضا اتهم السلطات المعنية بالبطء في حل مسألة الاقتضاظ يعني هو أشار إلى أن الاقتضاظ في البصرة بلغ خمسة أضعاف يعني الطاقة الاستيعابية يعني لماذا هذا البطء كما يشير التقرير هل تتفق مع التقرير بهذه الإشكالية يعني البريقراطية الإدارية سنتين الماضي لا توجد موازنات بالتالي توقفت كل المشاريع عملية الحصول على الأراضي صعبة جدا التقرير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تكلم عن سجن التسفيرات التابعة إلى الداخلية في سجن البصرة المركزي نعم لدينا اقتضاظ لكن لم يصل إلى هذا الحد يعني حدود الاقتضاظ بحدود 200% ونحن يعني شخصنا هذا الأمر وهذه الأمور جميعها مشخصة لكن تعلمون جيدا بأن وزارة العدل هي جزء من هذه المنظومة من المنظومة البروطراطية وعملية إقرارها في الموازنة والإحالة تأخذ أوقات طويلة نأمل خلال هذه السنوات القادمة بأن تكون الوتيرة أعلى في عملية معالجة الاقتضاظ كيف كنتم أو ما زلتم تتعاملون مع الأثار السلبية لهذا الاقتضاظ؟ هل هناك من إجراءات على الأقل تخفف من الآثار السلبية للاقتضاظ؟ الآثار السلبية كثيرة تؤثر بشكل مركزه على برامجنا الإصلاحية من الصعب جدا أن نقدم برامج إصلاحية لعادة إصلاح هؤلاء الذين لديهم عقوبات سالبة للحرية عملية تمكينهم وعادة دمجهم ما لم يتم توفير بيئة سجنية هذا هو التحدي الكبير يعني عادة ننجح في السجون التي لا وجد فيها الاقتضاظ على سبيل المثال السجن الناصرية المركزي يعني حالة الاقتضاظ مقبولة إلى حد ما ليست كبيرة جدا بالتالي نلاحظ بأن برامجنا الإصلاحية خاصة برامج اعتدال فيما يخص التطرف قد نجح بشكل كبير وفيه إيجابيات كثيرة من خلال عملية الاستجابة السريعة لذلك الأهم عنصر هو توفير البيئة السجنية المناسبة التي تحقق الحد الأدنى لمعايير حقوق الإنسان من خلال قوانينا ومن خلال اتزاماتنا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية هذا هو التحدي الكبير الذي يجابه الوزارة جادة في عملية إيجاد كل السبل لتخفيف الاقتضاظ من خلال إجراءات سريعة الأجل وهو توسعة السجون واستثمار واستغلال كل المساحات الموجودة في هذه السجون نعم من بغداد المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية كامل أمين شكرا جزيلا لك